اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة الى الله انه فعلا تختبر نور المسيح اول جملة مكتوب وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة وهذا الصراع احبائي منذ بداية الايام حتى يومنا هذا وحتى انتهاء الدهر سيستمر هذا الصراع طبعا بهزيمة الشيطان وحديثي في هذه الحلقة عن موضوع كتير كتير مهم موضوع من الكتاب المقدس بعنوان قاوموا ابليس وهي الاية بصراحة مأخوذة من رسالة يعقوب الاصحاح الرابع والاية السبعة وهذه الاية تقول فاخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم اخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم وهذا بتعطينا لمحة عن قوة وسلطان المؤمن ولسيما تجاه اعمال الشرير اعمال ابليس انا بدعوكم ان تشاهدوا هذه الحلقة لانه رح نلقي الضوء على من هو الشيطان اعماله صفاته طبيعته اسماءه وعمله ايضا وليه كل هالشر هذا عم بيتزايد ولسيما في هذه الايام وهل سيستمر بازدياد الشر حتى اخر الايام رح نكتشف مع بعض في هذه الحلقة عن هذا الشخص اللي هو الشيطان اللي عين شو بيعمل وشو عمل في هذا العالم حتى نتسلح حتى نتجهز حتى نعرف كيف نقاوم الشيطان موسيقى